عادة الإنسان يكون عنده شوية هذك الغرور بخلاص يشوفه روحه لحق انتشرت محكمك شوية هذ الغرور في هذك الوقت؟ لا شوف أنا جريت لكارير تيري أنا جريتها لازم كنت فوتهاك في ميسيون دو تاني معاكم البنات على بل يبلي عندي الماضام وعندي بناتي يستغلوني لازم يعرفوا باباتها لازم يعرفوا بابا أقول لك هذا مشي بابا شبيك باباك؟ لا لا لازم يعرفوا بابا كيف هي هذر في الدار؟ كيف هي يقصر؟ كيف هي يأكل؟ كيف هي يلبس؟ كيف هي يعمل؟ كيف هي إلي أطون شيف تقول لي يا بنتي بابا مفضلك؟ ويتفضلين خليوا ما كنت بني تفضلي كده؟ يعني نحط لها السماء كده وما يسيس يساقفوا بابا أنت تبدل أهل بيتي وكين تبدل أهل بيتي نزيم تبدل الجيران يقولك شبهه سليم يقولك وشبهه سليم لا لازم العبد وين يراحي يحتراحه وانت حط راسك تلقى عرج لك كيف حالا عندك بنات سليم؟ عندي زوج بنات ما شاء الله عندي آية كبيرة ومالك عندي آية في عمرها 17 سنة ومالك في عمرها 18 سنة ومالك في عمرها إن شاء الله عرايس عرايس هوا الحمد لله لو زوجت أكيد إن شاء الله نتمنى لهم إن شاء الله يتزوجون لد الحلال يزدان تغني في عرصهم؟ إن شاء الله عليهم نغني برك في عمرها نغني لهم وإن شاء الله ربي يلحقنا لك الساعة إن شاء الله إن شاء الله ونادي طبيعات عملي نفرح مع الناس حياتي كمير نفرح مع الناس ما نفرحش مع بنت لهم لا لا ببي بإحساس لا لا ببي بإحساس أو تكون تجيري النهار عندك أنت الأب أنت الرسبونساب يجيب غداوك خلي غداوك إن شاء الله يا الله يا الله تقدر تكون فرمي لنا تتكلم علاقتها مع أمها؟ هي علاقتها مع أمها متينة جداً وشي معي تلوقها معي نحكي في دي سيوجي والله ما تحبش الصورة عبرك والله نقول لها يا وقت تقول لي دي جا هكذا يكفيني هكذا لا يوجد تعاملها مع الزميلات وكذا الجيل والله الحمد لله الحمد لله تعيش حياتها وتقرأ على بلها باللي حاجة ما تخرجها غير إقرأ سنوائية 14 سنوائية من دائرة حيجاب شرعية شيء مانيفي كنت ريك دو فور بيحفظ الله الحمد لله إن شاء الله نتمنها لكل الأبات يعني ما عندي حتى مشكلة من ناحية تعلبنات الحمد لله إكيليبر إمام البلاسة اللي نخدم فيها استوديو في الدار بعد يعرفوا أنه هدك المكان وكذلك